مجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس الآن كلمة عطوفة محافظة نابلس يوقيها الأخ غسان داغلس فيتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجالا صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم عريف الشهادة والشهداء عريف الأصالة عريف المكاومة عريف لجان الحراسة من أصلب لجان الحراسة في محافظة نابلس نحن الآن نشيع جثمان الشهيد الذي ارتقى إلى العلا راسما بدمه حدود الوطن مكحلا حدود الوطن هذه الصورة هذه السمفونية هذه الصورة التي تخرج من تلفيت تقول لترامب فلتسكت صفعة العصر تقول لنتنياهو فلتسكت مخططاتك الوحدة الوطنية هي أصلب على الأرض من مخططات ترامب تصوروه هذه الجموع الغفيرة رسالتها كانت لترامب أن الشعب الفلسطيني ملتف حول قيادته الشرعية أن الشعب الفلسطيني الذي قالها في مجلس الأمن 129 دولي مع دولة فلسطين وانحصر تسع دول فقط مع أمريكا وزبانيتها وإسرائيل الشعب الفلسطيني هو سلطن هو متين قالتها عريف وقالتها محافلة نابلس للجميع أن لا استيطان باقي نعم هناك تمدد وتوسع استيطاني في كل يوم ولكن هناك زخم في المقاومة الشعبية التي تتصاعد في كل يوم نحن لنا الشرف أن ندافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية لنا الشرف الشعب الفلسطيني له الشرف أن يدافع عن نصر الرسول صلى الله عليه وسلم الشعب الفلسطيني له الشرف أن يقودوا لأمة العربية والإسلامية فقط في فلسطين من يقول لا لترامب ارفعوا رؤسكم فقط في فلسطين عندما قالها سيادة الرئيس أبو مازين لا لترامب ولا لأوباما من قبله هذه الوحدة الوطنية هذه الرسالة السياسية رسالتهم بالأمس كانت قتل للشهيد ولكن رسالتنا اليوم هي لحكومة نتنياهو وطرامب من كل حناجر المجتمعين والمشيعين قالت فلتسقط صفقة العصر فلتسقط صفقة العصر نعم للوحدة الوطنية نعم للوحدة الوطنية عاشت المكاومة الشعبية عاش الشعب الفلسطيني وانها لثورة حتى النصر بإذن الله وشكرا شكرا شكرا